أكد رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي على أهمية توجيه الجهود نحو أولويات المرحلة القادمة وحث الجميع على تجاوز الممحكات السياسية والعمل معا من أجل الحفاظ على الثوابت الوطنية المتمثلة بوحدة اليمن والنظام الجمهوري والنهج الديمقراطي التي لا يمكن التفريط أو المساس بها وأوضح رئيس الجمهورية خلال لقائه يوم أمس بقيادة الأحزاب والقوى السياسية أن الأحزاب تمثل قاعدة مجتمعية يعتد بها وأسهمت في إيجاد المخارج والرؤى لواقع البلد ومستقبله من خلال مشاركتها الفاعلة في مؤتمر الحوار الوطني وما تمخض عنه من مخرجات ومسودة للدستور كفيلة بخروج البلد إلى مسارها في الأمن والاستقرار والرخاء وقال رئيس الجمهورية إن الأحزاب والقوى السياسية الوطنية جزء أصيل من مكونات الدولة ومنظومة الحكم في البلد وشركاء في إدارة الدولة من خلال تمثيلهم وتواجدهم في الحكومة ومفاصل الدولة المختلفة وشدد رئيس الجمهورية على أهمية تنفيذ اتفاق رياض وتوحيد جهود الجميع وصولا لبناء الدولة الاتحادية العادلة وهزيمة مشروع إيران في اليمن والمنطقة وحي رئيس الجمهورية صمود وتضحيات حماة الوطن وأبناء اليمن قبائل وشيوخ وشباب وكهول الذين سطروا ملاحم بطولية مشرفة في مختلف خطوط التماس وثمن جهود الأشقاء في تحالف دعم الشرعية تجاه اليمن وعلى مختلف المستويات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة